للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريمة لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي هذا مراعاة لحيائها فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكف فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها أما الولي فكونه رجلا يجعله أعرف بأخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم وكونه أبا أو أخا يجعله أجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة أو اعتداء أو حاجة فلا تجد من يهتم لأمرها دون مطمع فشرع الإسلام أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم يعتني بها ويقوم بشأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كالأخ وأبي الزوج وأما زوج الأخت فليس بمحرم لأن تحريمه مؤقت ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين وصدق الله إذ يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير